في الحلقة دي عايز اكلمك على رندر انجين اسمه D5 اكيد في ناس سمعت بي واكيد في ناس يمكن شغال بي كمان دوت مجاني مسحته نص جيجا بينزل لي لريفت كمان اللي هو تحول ملفك مباشرة او انت جو المشروع بتاع رفت او دوس على بلاي مباشرة تفاجأت ان عندي مثلا الخامات هتلاقي الخامات عندك الكنترول بتاحها اقوى من لومين عندي كل مبات في لومين عندي مابتين او تلاتة التكنولوجي بتاعت الانجين دوت هتلاقيها فيها ابديت رهيب يعني بص كده عليها هتلاقي ان هي ريت ريس انت كده بتتكلم حاجة زي الفيرري بيستغل ال DLSS اللي هي بتاعت كورة الشاشة الجديدة اعتقد ال Global Illumination لا فيها كذا تحسين او تطور ابسط حاجة هقولك انا ما عملتش حاجة كل اللي عملته دوست على Start هنا ودخلت عندي في الانترفيس دوت ولا عملت اي حاجة بس دوست على Image دوست على Render اقل Quality ادي الصورة بتاعته طبعا في احسن من كده بس انت بتتكلم لسه معدلتش لا اضاءة ولا ضفت خمات ولا ضفت حتى السماء ولا الشمس ولا الشادو ولا اي حاجة عملي اللقطة دي وكمان بينزلك اللي هي كل المبات التانية اللي هي ال Alpha عشان تعمل بها اي تعديل انت عايزه تمام لو انت بسيط كده عندك هقفل اهو في عندك سين جاهزة زي Living Room ديت اهو هفتحها بالشكل ده وهاخد معاك لقطة كده كتجوبة اي كلام اهو هدوس على Render أقل Quality 2K ويلا نجرب كده اي لقطة ممتازة دي أقل كواليتي يا شباب او أقل كجودة أقل جودة بالنسبة لل Engine كرندر ادي الموقع عندك مجاني طبعا هو بينزل اهو ليه ريفت وبينزل ليه برامج تانية كتير عندك اللي هو SketchUp 3ds Max بلندر راين واخلافه حبيت بس اشارك معاك البرنامج دوت انا اعتقد انهو برنامج كويساوي